بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة نشرح الفصل الخمستاشر من قصة عقبة ابن نافة ان شاء الله شباب الدرس يكون سهل وبسيط نركز مع بعض وان شاء الله نفهم الدرس واحد احد اول حاجة نشوف ملاقص الفصل الخمستاشر بعد وفاة معاوية تم عزل ابي المهاجر على يد يزيل يزيد ابن معاوية وعادت عقبة الى قيادة الجيش ونتيجة لذلك فرحت القبائل وانضمه لجيش عقبة الذي دخل مقر قيادة ابي المهاجر في دكرور واخبره بقرار الخليفة وامر عقبة المسلمين ان يتركوا دكرور ويعودوا الى منازلهم في القيروان فعادوا واصلحوها وتساءل احد جنود البربر عن سبب تسمية المدينة بالقيروان فاخبره العربي بان القيروان موضع اجتماع الناس والجيش وهذه اول المدينة الاسلامية في هذه البلاد وستكون مركزا تنطق تنطق منه الجيوش لنشر تنطلق منه الجيوش لنشر الدعوة الاسلام والدعوة الاسلامية انتشوف داتي معاني الكلمات حرجا ضيقا او مشتقا 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 اروع اجمل وعكسها اقبح كثيفا كبيرا وعكسها صغيرا يمنحه يعطيه متى عاد عقبة الى القيادة بعد عزله وكيف نظر الى قرار اعادته عاد عقبة الى القيادته بعد موت مسلم بن مخلد والي مصر ونظر عقبة الى هذا القرار على انه رد اعتبار له يعني هو عزله بسبب اسباب شخصية ثم عاد وهذا في من رد اعتبار شخصية عقبة بنافع ما موقف اهل برقة من نداء عقبة سارع الناس الى اجابة دعوة عقبة وعلى الفور اعدوا عدتهم وجهزوا خيولهم وانطلقوا ناحية القيروان يبقى الناس اه سارعوا الناس في اجابة دعوة عقبة على الفور بسرعة كل واحد جهز سارعوا الى نداء عقبة بن نافع واعدوا عدتهم وجهزوا خيولهم وانطلقوا ناحية القيروان الجيش الرابط في القيروان الجيش المقيم في القيروان ايهما اجمل ولماذا الجيش الرابط في القيروان ولا جماعة الجيش المقيم في القيروان الجيش الرابط في القياروان أجمل وذلك لأنها توحي بمدى القوة والتحفز والاستعداد التام لخوض المعارك يبه هي هنا أجمل لأنها توحي بمدى القوة والتحفز والاستعداد التام لخوض المعارك كيف انتقم عقبة من أبي المهاجر أبرز عقبة لأبي المهاجر قرار عزله وطلب منه إخلاء مركز القيادة فورا وأمر الجنود بوضع القيد في يدي أبي المهاجر وترحيله إلى القيروان وقرأ أن ما فعله صرف لا يليق بأخلاق الفرسان وكان العفو عند المقدرة أو لا في هذه الحالة يبقى أبرز عقبة لأبي المهاجر قرار عزله القرار عزله أبي المهاجر وطالما منه إخلاء جميع المركز القيادة وأمر الجنود بوضع القيد للسلاسة الحديد في يد أبي المهاجر وترحيله إلى القيروان وأمر أن ما فعله تصرف لا يليق بأخلاق الفرسان لأن العفو عند المقدرة أولى في هذه الحالة لماذا بذل عقبة اهتماما بمدينة القيروان لأنها أول مدينة إسلامية تقام في البلاد وستكون مركز إشعاع ويخرج منها الحملاء تطهير كل هذه الجهات من أعداء الله يبقى للك يا جماعة أول مدينة إسلامية تقام فيهم إسلامي وتقام في البلاد وستكون مركز إشعاع للدعوة الاسلامية والدين الاسلامي وأيضا يتخرج منه الحملاء للتطهير كل هذه الجهات من أعداء الله عز وجل شوف داتي أسئلة الدرس بعد موت مسلمة لم يجد يزيد بن معاوية جرحا في إعادة عقبة إلى قيادة الجيش في أفريقيا وكان هذا بمثابة رد اعتبار لعقبة إذ أنه سرعان ما حملته وزعبت إلى برقية هات معنا بمثابة ومضاد جرحا وجم قيادته في عهد من عاد عقبة لقيادة الجيش وماذا كان يوصل له هذا القرار إلى أين اتجه عقبة وكيف استقبله أهلها العرض الذي عرضه عقبة على أهل المدينة ولماذا وبكده يكون خلص درسنا مع الوعي ودروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته